اشتركوا في القناة الامارات العربية المتحدة الدكتور عبدالله الريس وقد رافقه مدير عام الأرشيف المركزي لدولة ألبانيا السيد جيت اندوي وكان من بين الوفد أيضا السيد عبدالعزيز الرئيسي وهو مستشار بالأرشيف الوطني والسيد فرحان المرزوقي مدير إدارة التواصل المؤسسي وقد حضر في استقبال الوفد رئيس مجلس إدارة المركز الألباني للفكر والحضارة الإسلامية الدكتور فاروق بروفا ونائب مدير المركز السيد ألبان كودرا وأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء هيئة تحرير مجلة اليونيفرس كما حضر الاجتماع السفير الألباني السابق في دولة الإمارات العربية المتحدة السيد بيهار بيكو ومتعاونون آخرون للمركز وممثلون من جمعية المرأة الثقافية فضلا عن طاقم من موظفي المركز الدكتور بروفا أعرب للدكتور الريس عن امتنانه بهذه الزيارة للمركز الألباني ونقل شكر مدير عام المركز الدكتور رام الزكاي وقال بأن هذه الزيارة كانت شرفا وتقديرا خاصا للمركز وعمله منذ سنوات عديدة وبعد أن عرف نائب مدير المركز الألباني للفكر والحضارة الإسلامية السيد ألبان كودرا الضيف الكريم للحاضرين في اللقاء قام بتقديم موجز عن أنشطة المركز الألباني وعرض سريعا مطبوعات المركز هذا وأعرب الدكتور عبدالله الريس عن فرحته بزيارته الأولى لألبانيا وخاصة للمركز الألباني للفكر والحضارة الإسلامية شاكرا له ضيافته وأكد بأن هذه الزيارة زيارة استطلاعية وأن الغرض منها التعرف على الواقع الألباني من حيث احتياجات وإمكانيات التعاون المشترك مع المركز وأرشيف الدولة الألبانية وأوضح الدكتور الريس أيضا بأنه كان مهتما لمعرفة المزيد عن المشاريع الجديدة والأنشطة العلمية للمركز الألباني للفكر والحضارة الإسلامية والمؤسسات الأخرى لأن ألبانيا على حد تعبيره في الاهتمام المستمر لقيادة الإمارات العربية المتحدة وأكد محاوروه بأن هذا لن تكون زيارته الأخيرة إلى ألبانيا نحن طبعا سعداء بالتواجدنا هنا معكم والتعاون مستمر منذ فترة طويلة بيننا وبين المركز في كل المناشط وليس منشط واحد ونحن هنا نتعرف أكثر على الاحتياجات وهذه كانت توجيهات سموء شيخ منصور بن زايد النهيان نائب رئيس منشف الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس الأرشيف الوطني في دولة الإمارات أن نقف على الاحتياجات الخاصة بالمركز وأيضا الاحتياجات المطلوبة في ألبانيا بشكل عام فنحن نهتم كثيرا بهذه المنطقة وبجمهورية ألبانيا كثيرا وهذا جزء من مسؤولياتنا وإن شاء الله سوف نرفع تقريرا عن هذه الزيارة لنطلع القيادة في دولة الإمارات على هذه الاحتياجات حتى ندعم هذه المسيرة التنموية وأعرب المدير العام للأرشيف الألباني السيد جيدون دوي عن تقديره لعمل المركز وعلى وجه الخصوص عمل المتعاونين العلميين للمركز الألباني الذين كانت لديه الفرصة للقائهم شخصيا في هذه الزيارة وقال إن هذا اللقاء ينبغي أن يمهد الطريق للمزيد من التعاون بين المؤسستين كما شكر المركز الألباني للفكر والحضارة الإسلامية للكتب التي أهدته إياها بهذه الزيارة كما وتحدث في هذا الاجتماع سفير دولة ألبانيا السابق في الإمارات العربية المتحدة السيد بيهار بيكو وقدم في حديثه عرضا موجزا للمساعدات المتعددة الأطراف والكريمة التي قدمتها دولة الإمارات لألبانيا وفي نهاية الزيارة أهدى الدكتور عبدالله الريس لمكتبة المركز الألباني للفكر والحضارة الإسلامية عدة عنوين من الكتب ونذكر منها أولا قصر الحصن ثانيا تاريخ حكام أبو ظبي بين 1793 و1966 ثالثا خليفة رحلة إلى المستقبل رابعا وأخيرا زايد الرجل الذي بنى أمه ترجمة نانسي قنقر